اوكي شباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شلوكم شاء الله بخير وياكم سيد الحسين عالمة بول في فيديو جديد موضوع جديد فيديونا اليوم هو عبارة عن ماينيكراف في سيرفر بيتيكس كرافت الحلقة الرابعة كما وعدكم اليوم راح نعطي الشباب هداية مثل ما نشوفون الداموند والاغراض هذي قدامكم وايضا راح نفتر على المناطق منطقة منطقة فقبل ان ابتدي اضغط زر اللايك واشترك في القناة في مشترك وفعل جرس الشعارات حق اصلك الجديد ورمضان كريم نعاد عليكم بالصحة والعافية اترككم مع المقطع طبعا شباب قبل ان ابدا المقطع مثل ما نشوفون حاليا انا مركب شادر هل تبون المقاطع الجاية استخدم شادر ولا العادي الشادر طبعا هو مثل ما نشوفون السهم والضلال والتغيرات اللي صار قدامكم مو مثل ما نكرافت العادي خلف الكواليس مثل ما نشوفون ضبطت المزرعة وحطيت تقريبا اغلب الالوان مثل ما نشوفون قدامكم هذه المزرعة اللون الازرق والاحمر والرصاصي والباحري والبنفسجي والاسودي والبرتقالي والاخضر الغامق والاخضر الفاتح والبني والوردي واذا اخره من الوان ثاني مثل ما تشوفون قدامكم طبعا ويتلق الى الان ما زرعته شباب قبل ما نعطي الشباب هدايا ونروح لهم شوف كمية الصوف اللي جمعته من المزرعة هالي استاكوا شوي ابيض وهذه الالوان الباقية طبعا افتتاح المحر قريب جدا طبعا قبل انروح الان راح اوديكم الى فوق هني راح اراويكم شون السلفة فوق الجبل طبعا مثل ما تشوفون شباب المايش لون شكلها متغير عن العادة شباب مثل ما تشوفون وسعت المنطقة ولازلت قاعد اوسع لانه هني راح اساوي بيت جدا اسطوري ورهيب رهيب رهيب بمعنى الكلمة طبعا مثل ما تشوفون الممارد اللي جمعتها شباب هادي قدامكم ديرت بكميات كبيرة وايضا اه الخشب العادي والسبر وزود طبعا نشوفوا شو شابا راوكم منطقة اه ممكن راوتكم اياها من قبل لحظة وانه هنو منطقة تمنى تبين من هنا ايوه شوفوا هناك شباب هاي المنطقة جمعت منها بشكل كبير وها الخشب ايضا كسرت منه بشكل كبير مثل ما تشوفوا اه طبعا كلفني اكثر من ثلاث او اربع اه اكسات وايضا اكثر من تسع شفولات ايرون فطبعا شباب خلف الكالس هني راح اسويها وايضا نحظة شباب نسيت اقول لكم اشتريت من دسبون من عند علاوي قيمز اه محل زجاج بعض الزجاج مثل ما نشوفون شباب قدامكم راح اسوي هني سور من زجاج واشياء اسطورية ما تشوفون غروب جدا اسطوري اوكي شباب طبعا بعم ما نمنع اه قبل لا اه نروح نعطيه الشباب هداية راح اراويكم المحل غيرته بشكل رسمي وجدري طبعا هني لاحد يسألني كريبر اتفجر وخرب المنطقة اه طبعا شباب اه راح اوديكم المحل مباشرة لان في اه اعضاء قاعدين اشترون على المحلات وما اخرب على شغلهم لانه يعني يمكن بصورونا اوشي فما راح اخرب على شغلهم فراح اوديكم على المحل مباشرة طبعا مثل ما تشوف شباب هذا المحل على شكل خروف طبعا غيرته بشكل كامل طبعا هني صوف وجد جهة ايضا نصوف وورا ايضا صوف هني راس الخروف طبعا يمكن فوق ايضا احط صوف بني ولكن عندي بشكل قليل طبعا راح تسألني شلون الدش طبعا هذا بابابا اوتوماتيكية رديستونية طريقتها جدا سهلة طبعا اه الصناديق هذا هم ما غيرتهم راح اسوي تشكيلة اه مختلفة عن هذا الطريقة وايضا راح حتى هني كل شي تغير وهني هني نقص لنا خشب ما عليه راح نعطه بعدين الان خلنا نطلع مثل ما تشوفون هذا المحل الان راح نفتر على منطقة منطقة من الشباب ونعطيهم بعض الهدايا طبعا على كل عضو على حسب تفاعله في السيرفر فيلا شباب خلونا نروح لاول منطقة طبعا شباب اول منطقة عندنا هي منطقة محمد او هوبل خلنا نروح ليه ناكل بس اوكي اه بداية كريبر متفجر طبعا مثل ما تشوفون عضو متفاعل بشكل جميل جدا مثل ما تشوفون ال البيت جميل خلنا ندش نشوفه طبعا البيت اتبقى على الحموم اثثنا او مو كامل نشوف السرير ما توقع مسلنا كامل ارمار ستاند وايضا ننزل تحت مثل ما تشوفون مكتبة التطوير او واو اه اندر تشست وحركات يعني مثل ما تشوفون قدامكم طبعا ان الشباب اغلبهم راحوا للنذر بستثناء يعني طبعا هذي هي منطقة محمد مثل ما تشوفون هذا ايضا اه مزرعة اتوقع اذا ما خبضا ايه مزرعة مثل ما تشوفون مزرعة خرفان خلنا نزير اه كرمكم الله وبس هاي المزرعة ممكن ما لا توقع وديك وديك الجهة اتوقع في اشياء مثل مزارع اوتوماتيكية لقصب السكر و الى اخر وهذا كامل فاير اوكي الان شباب راح نحط له الهدية هني على باب بيته فيلا ومثل ما تشوفون هذه الهدية شباب تسليكية طبعا مواض جدا قليلة والاحتاج الاهرة احتاجة علشان اني اسوي اشياء في البيت الجديد اللي راح سوي في منطقة بيت اسطوري طبعا شباب فهذه الاشياء الهدية التافة اعرف شباب سامح احنا محمد ادري الهدية جدا سخيفة بس يلا سلك ما عليه انا عاوضك بهدية ان شاء الله احسن منها هاي اوه هلا وفوكسي طبعا مثل ما تشوفون شو كتبت للا في تافرم سيد واذا هو دخل اتوقع بيشوفها فخلنا نرجع الان الى اه لسبون انتقل شباب للمنطقة الثانية هي منطقة كيرا او طاها طبعا مثل ما نشوفون هذه منطقة طاها او كيرا طبعا تعب على منطقة بشكل كبير ومسطحنها تسطح يعني يتعب بحيث ان المنطقة صارت جميلة جدا ايضا شباب اه هناك عنده مزارع ووتوماتيكية في ذيك الجهة لكن اتوقع هو قاعي يشتغل عليها وراح اصور عليها فيديو فما اقدر ما اروح واخرب عليه وانزل واقصد اصور اصور وانزل حقها في شباب مثل ما تشوفون هذا بيته جدا بسيط بيت الشجرة طبعا بقول لكم شي عنا قصة بسيطة في الامس قال لي اه راح اسوي لك سيليك تاتش اه اقصد بيكاكس سيليك تاتش او فورتشن ثري اه مقابل اه تقريبا عشرة دايوند قلت له ما على مقابل شدي طبعا فسوالي بيكاكس مثل ما تشوفون طبعا هاي الاندرشست مالي مسالي بيكاكس فورتشن ثري او افيشن سي في تعرفون هذا البيكاكس شنو قوته يعني اكثر دايوند تطيني ثنتين او ثلاث فهذا شي جدا سطوري وانتاجه تقريبا عليه عشرين دايوند او خمسة عشر دايوند ما اكترو ما اذكر بالضبط خلنا ناكل الان لحظة بس هذا العضو شباب اللي في السيرفر هذا اكثر عضو حصر من عندي دايوند فرح اعطيه شكل بسيط جدا من الدايوند لانه مثل ما قلت لكم حصر من عندي شي كبير يعني اه من الدايوند فرح اعطي دايونده واحدة ورح اعطي اه هذو بس رح اعطيه قولد يمكن محتاجه القولد عطيته بشكل بسيط جدا والامرالد ايضا وهذا الطريقة طبعا هذا يعني يمكن اقوى هدية راح تكون في السيرفر كتبنا الان وهذا الهدية مثل ما تشوفون قدامكم الان شباب اه راح نروح لمنطقة علاوي قيمز بسم الله مثل ما تشوفوا شباب منطقة اسطورية طبعا اه مثل ما تشوفون شلون عنده تعديل معدل على منطقة تعديل اسطوري وصار المنطقة جدا جهنمية صراحة من قوات التعديل وهذا بيته طبعا اه ممكن لنا بس اتوقع راح يكون بيت جدا اسطور من الكونكريت بان لنا اتوقع راح يكون بيت جدا اسطوري عضو ما شاء الله ساعدني واجد في السيرفر يعني خصوصا في الجبل ساعدني بشكل كبير في استحق هذية يعني على حسب الموارد اللي عندي تكون ان شاء الله جيدة بالنسبة له الان شباب اه راح اكتب للافتة فروم سيد طبعا اليوم اعضاء السيرفر كلهم ان شاء الله راح يفرحون نكتب فروم سيد الان جدت الليل طبعا مثل ما تشوف شباب الاشطوري ورهيب الان راح ننام في المنطقة عشان لارس بدون الوحوش وخربوا منطقة علاوي طبعا اوكي شباب صارت صبح الان راح نرجع الى اوشت شمعته الان راح نرجع الى السبون اه منطقة الرابعة راح تكون اي شين راح تكون منطقة الرابعة هي منطقة منطقة الخامسة منطقة ليون او يوسف مثل ما تشوفون اه منطقة شوي تعب عليها وبيتها حلو نوعا ما ويعني لا بأس به طبعا راح طلال هدية داخل البيت اولا ما يدخل هني بالضبط طبعا العضو هذا كان متفاعل والان صارت تفاعله قليل في السيرفر فراح نعطيه هدية جدا بسيطة نحط له امرالد امرالد جولد جولد بها الطريقة ونكتب فروم سيد طبعا هذا يوسف المنطقة مالته مثل ما تشوفون اه مكان التي بي وهذا بيته بالضبط قدام التي بي وبس هذا اللي بسان في منطقته اه طبعا مسطح لمنطقة وحات كان فاير بس فمسوي شي اكثر من جدي يعني اه منطقة بها مثل ما تشوفون طبعا منطقة صغيرة ما عرفوا اشنا هو يسوي ولكن العضو هذا اتوقع انه مع الاسف راح يطلع من السيرفر ولكن صراحة عظو متفاعل كان ومسوي اشياء جدا اسطورية وهو مسوي محل لبوشنات اللي راويتكم اياه في الحلقة السابقة الشخص يعني صراحة جدا محترم راح احط لي هدية وداعية يا شباب اذا فعلا كان راح يطلع من السيرفر اه طبعا بمع انك راح تطلع من السيرفر يعني راح تكون هدية جدا بسيطة ما راح تقدر بثمن حط لي الغالدي بها الطريقة والامارالد او الشتلي ما نخلص شباب عادي انا الامارالد اصلا ما استخدم على اي شيء هدية اتبقى متواضعة وبسيطة واكتب ليه فروم سيد طبعا شباب كتبت ليه فروم سيد تقريبا اغل اه خلصنا اغلب المناطق فالان راح نروح الى المنطقة الخاصة فينا عشان نختم طبعا شباب راح تشوفون هني اشياء اسطورية والجبل ان شاء الله خلال الحلقة الجاه راح تشوفون بداية البيت طبعا البيت راح يكلفني موارد اكثر من الاراوتكم اياه وايضا راح افتتح محل الصوف واعدل عليه فبس شباب وصلنا الختام لا تنسى الليك السبسكرا ولكمات والشير شكرا تفاعلكم المستمر في القناة وبس يا شباب مع السر